بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف السابع في مدرسة الحكمة الخاصة أهلا بكم ومرحبا ودرس جديد من دروس التربية الإسلامية بعنوان الإيثار يربي الإسلام أدباعه على كل خلق حميد من شأنه أن يولد المحبة ويعمق التكافل بين أفراد المجتمع وقد آتت هذه التربية ثمارها فكان الصحابة يتنافسون على البذل والعطاء والجود والقرم وقد بلغ بهم ذلك مرتبة الإيثار أنصر الدرس معنى الإيثار نماذج من الإيثار فوائد الإيثار ونتائجه معنى الإيثار يقصد بالإيثار في اللغة التفضيل واستلاحا هو تقديم الإنسان غيره على نفسه في النفع أو فيما هو في حاجة إليه وتقديم مصلحة الآخرين على المصلحة الخاص رغبة فيما هو عند الله من الثواب الجزيل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص نماذج من الإيثار مما يدل على مشروعية الإيثار في الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قدوة لأصحابه في هذا الخلق ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقد كان يبيت صلى الله عليه وسلم الليالي جائعا وكان يجود على المحتاجين بماله وقوته ويظل طاويا وربما شد الحجر على بطنه من الجوع وهناك قصص تبين ونماذج تبين الإيثار إما أمهات المؤمنين أو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سأل مسكين سيدة عائشة رضي الله عنها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف فقالت سيدة عائشة لمولي لها أعطيه إيا هذا الرغيف فقالت فقال لها ليس لك ما تفطرين عليه فقالت له أعطيه إيا ففعل ما أمرته به طبعا من النمازج الأخرى أتى رجل إلى رسول الله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابني الجهد فأرسل فأرسل النبي إلى نسائه فلم يجد عندهم فلم يجد عندهن شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله أنا يا رسول الله فذهب إلى أهله بهذا الضيف وهو ضيف رسول الله فقال لمرأته ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخليه شيئا قالت والله ما عندي إلا قوت الصبية قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة ففعلت فوائد الإيثار ونتائجه إن الخلق الإيثار فوائد كثيرة منها ينقل المرء من الأنانية وحب الذات إلى حب الآخرين ومن الشح والبخل إلى البزل والعطاء ويشعر بمعنى المحبة في الله تعالى والتقافي الاجتماعي ثالثا يخفف من حالات الفقر في المجتمع ويرغب المسلم فيما عند الله من السواب الجزيل الذي وعد به عباده المنفقين لهذه الفوائد حرص المسلمون على خلق الإيثار فبنوا مجتمعاتهم على المحبة والتعاون فاللهم املأ بيوتنا ومجتمعاتنا بالحب والتعاون فاللهم ارفع الغم عن هذه الأمة اللهم إنا نسألك يا ربنا بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو ادخرت به في علم الغيب عندك أن ترفع الغم عن هذه الأمة وأن تشفي مرضى المسلمين رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين حفظكم الله ووفقكم ووفقكم لما يحبه ويرضى به عننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر